هذا وتواصل حديقة أم كلثوم استقبال المواطنين للتمتع بأجواء الاحتفال بثاني أيام عيد الفطرة المبارك تتميز الحديقة بإطلال ساحرة على نهر النيل والمساحات الخضرة التي تجعلها مقصدا فريدا للمواطنين فضلا عن المناطق الترفية التي يقصدها الأطفال على ضفاف نهر النيل الخالد حيث حديقة أم كلثوم توفد المواطنون منذ الصباح الباكر احتفالا بثاني أيام عيد الفطر المبارك الحديقة تتميز بإطلالة ساحرة على نهر النيل وبمساحات خضراء متميزة فضلا عن وجود ألعاب ترفيهية يحرص الجميع على الاستمتاع بها نهاردة في حديقة المكلسوم الأظهر جميلة والمكان جميل وفيها ملاهي وكل ساعة أنت طيبين الحديقة ما شاء الله ممتازة وكلنا هنا مصطنقلات بتلعب هنا في الألعاب جميلة جدا 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 لايجان ديفة والكافيتريات هنا رقيصة وحلوة كان جميل جدا وجو حلو جدا وطلعت عشان خططها لأولاد وكده بحب الجنينة دي قوي وجيتها هنا مع مامتي وبابايا وإخواتي وبحبها عشان فيها هنا مميزات كتير قوي فيها ملاهي أطفال وكمان بتطل هنا على النيل وفيها قفهات جميلة جدا والله متعودين جينا قبل كده مرة وارتحنا والدنيا كويسة وقعدة كويسة وقريبة من النيل وهو الولاد برضو بيقضوا يوم كده جميلة والله الأجواء عندكم رمضان والعيد بتختلف كتير عن بلاد التانية يعني الناس بتبقى فرحانة ومبسوطة يعني الأجواء بينها أنه هي أجواء رمضان وعيد أجواء احتفالية متميزة بعيد الفطر المباركة تشهدها حديقة أم كل ثوم خلال أيام العيد تعكس حرص المواطنين على الاستمتاع بأيام العيد في الحدائق والمتنزهات المختلفة ترجمة نانسي قنقر